اشتركوا في القناة في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات وبعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية اتخذت الدولة المصرية عدة خطوات استباقية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجه التحديات الاقتصادية العالمية أنا أول مرة أتواجد في منفذ بيع وزارة الزراعة وبصراحة منتجات جميلة جداً متنوعها قوي وأسعارها أفضل بكتير بكتير من برا يعني بصراحة يعني أسعارها لا تقالن برا بصراحة من الزيت والسمن وحياتها متوفرة جداً ومضيفة قوي قوي مبادرة طبعاً قويسة أي؟ لأن فعلاً مقارنة الأسعار هنا بأسعار بغا الكواليتي حل والأسعار كويسة أسعار أخص من بغا فعلاً إحنا هنا عند منتجات وزارة الزراعة وبصراحة الحاجة حلوة جداً وأسعارها جميلة كل حاجة موجودة ومنتجات رمضان موجودة كلها بأسعار تحفظ ده مبادرة ممتازة جداً وفعلاً لها مفعول قوي الرئيس مع الشعب والرئيس قال الحاجة الغالية واخروا عنها متشترهاش بصراحة بيعملوا حاجات حلوة وأسعارها جميلة جداً وكل الحاجات موجودة وبأسعار حلوة أحسن من برا الصراحة موسيقى من بقدر لكلنا واحد جميلة جداً بحيث أن احنا أول حاجة الرز برها بـ 15 هو هنا بـ 10 السكر برها بـ 15 هو هنا بـ 10 فرقة كبيرة لما أنا أجد 2 كيلو سكر أو 1 كيلو رز أو 2 كيلو سكر أو أفر 10 جنيه أنا شرية الصرصة دي مبارح بـ 25 أنا بـ 20 بـ 5 جنيه برضو فما يبقى فيه 5 جنيه في كل منتج دي حاجة كويسة المبادرة بصراحة كل حاجة أنا بقيتها في السعر غري اللي أنا شفته خالص الحاجة كويسة جداً والسلعة يعني السلعة كلها في متناول إيد كل الناس وأرخص من مكانة الأول الله المبادرة دي زيال فلو ربنا يبارك لكم ويبارك للناس المسؤولين بصراحة بالشرياء التجارة هاو جنب المسكو بيبيعوا المكانة يشوف هنا بـ كام وهم برها بـ 14 جنيه عندنا هنا جيت جبت المدام بتاعتي وبيد خدنا مستنزماتنا من هنا أوفر وأرخص من بره بفتيح وده منفذ يعني طبع الرحمة للناس كلها الأسعار بره وحشة جداً طبعاً فلقيت لأ الأسعار جميلة قوي بصراحة مبادرة كلنا واحد بنسكر الرئيس طبعاً بس أستأذن بس لو فيه مراقبة على الأسعار اللي بره يعني السكر هنا بعشرة ونص أنا جايباه بيرح بحواكان بـ 14 جنيه طبع البيت بـ 53 أنا جايباه بـ 64 جنيه لأ عايزين حد يراقب الأسعار اللي بره موسيقى وزارة التومين يعني فيه حاجات من الزلاعة الحمد لله هي أحسن من بره لأن فيه حاجات بره طبعاً في الفترة اللي بفتت دي الأسعار كانت عالية يعني وزارة التومين كل حاجة هنا لاجينها موفرة بره مش موفرة ومغلين حاجة سماعت اللحمة بره عاملة 150 جيت هنا عالجامعية كانت عاملة عارضية اللحمة وخمسة 90 ونفس اللحمة ونفس جودتها فعلاً نشكوا سيادة الرئيس عبد الفتاح سيسع بنوم طبعنا المجمع ما شاء الله مليان من خيرات ربينا والحاجة كلها كتير لأسعار كويسة إن كان اللحمة برضو السكر الزيت الجيئ واللحمة ما شاء الله برضو كويسة وسعرها كويسة لأسعار كويسة أحسن من بره ودي الجمعيات دي يعني رمانة الميزان في البلد لأن عملية وجود الحاجة موجودة في الجمعية بيخفف على الناس كتير جداً أهلاً بكم مجدداً بعد أن تابعنا هذا التقرير أدعوكم للترحيل بضيفنا الكريم هنا في الستوديو دكتور مدحة الصالح خبير الإدارة والتنمية المستدامة أهلاً بك دكتور أهلاً بحضرتك أهلاً نسعد بجود حضرتك معنا والاستماع إلى أرائك حول مختلف القضايا خاصة ما يتعلق منها بالتنمية والاقتصاد أهلاً وسهلاً لحضرتك تحية واحترام لحضرتك والأهل مزبير وجميع أهلاً بك الحديث يعلو الآن كما يقال عن الأزمة الأوكرانية وتدعياتها وتطوراتها إذا ما سألنا سؤال بشكل أشمل وعام وكما سبق وقلت خرجنا من الحدود المصرية أو نطاق تأثير الأزمة على مصر والاقتصاد المصري إلى شكل أشمل وعام للعالم كله كيف ترى المنظومة الاقتصادية العالمية في ظل هذه الأزمة؟ بعد تكرار التحية لحضرتك والأهل مزبير وجميعاً هي لم تعد أزمة هي أصبحت كارثة كارثة عالمية وقد لا تصل بنا إلى الحرب العالمية الثالثة وهذا ما نتمنى ولكنها في وجهة نظري أكتب في هذا هي الأزمة العالمية الثالثة بعد أزمة خليج الخنزير 61-62 بعد أزمة تفقق للتحاد السوفيتي 90-91 إلى هذه الأزمة الحالية التي تحسن بعض القوى العالمية استغلالها علينا أن نستفادوا منها مصرنا الحبيبة لم تعقف على الاستغلال في طوال مسيرتها وأعمارها الطويلة الضاربة في كزور التاريخ ولكن الأزمة الحالية الكارثة وتذكر حضرتك أننا عندما أزمت جائحة كورونا أصبحنا نطلق عليها جائحة كورونا ولم تصبح لذلك أدعو الباحثين ولم تخصصون هنا أن نحول علم إدارة الأزمات إلى علم إدارة الكوارث والأزمات الأزمة قد تكون محدودة قد تكون في النطاق الداخلي الإقليمي القومي لكن هذه الأزمة العالمية لا دخل لنا فيها ولكن علينا أن نستعد لتبعتها وفي علم إدارة الكوارث والأزمات هناك ثلاثة مراحل أو محاول قبل الأزمة أثناء الأزمة وما بعد الأزمة قبل الأزمة أحسنت مصرنا الحبيبة في تجهيز البنية الأساسية المصرية لمواجهة كافة الأزمات وما إلى ذلك بداية من سياسة الإصلاح الاقتصادي 3 نوفمبر 2006 مروراً ووصولاً إلى الاستزراع الأراضي وهنا سؤال إن أزنت لي حضرتك أستبدل وأسأل سؤال واحداً في هذه الحلقة ماذا كنا سنفعل إن لم تكن مصرنا الحبيبة ستجدي صمار زراعتها للقمح وما دخل وما طرأ عليه من تطوراته في منتصف إبريل القادم سندد في هذا هذا سيزيد فترة احتياجنا للقمح إلى من 4 أشهر و5 إلى 8 وتسعة وفي بعد الدراسات إلى 10 أشهر مقطع بسيطة حضرتك عندك معلومة حجم المساحة المضافة بالقمح كم؟ تكفي للاستهلاك المصري بالمعدلات الحالية من 100 يوم ل120 يوماً في دراسات لا ده مجمل المحصول ولا حضرتك شرط أنه في مساحة أضيفة جديدة منزرع بالقمح نعم المعلومة عند حرق أنه قد لا يذكرني الرقم متحديداً حضرتك عارف أستاذنا الأكاديميين والمتخصصين ذكرت الرقم خلاص الحسب عليك منتهى الدقاء لكن أنا أذكر الفترة التي أطالت من احتياطياتنا في القمح إلى قرابة 120 يوماً أو 125 يوماً مدة 14 هر هذه ليست بالإضافة إلى ما هو في الصوامع المصرية كان البعض يجبعنا غمزاً ولمزاً لماذا تتزرعون لماذا هذه الصوامع من الخصة بالأقماح ولماذا هذه الأعداد المتزيدة منها لكن اتصاقاً مع سعينا لتحقيق التنمية المستدامة والبرامج المصرية في هذا الشأن 20-30 وما إلى ذلك زرع القمح وبدأنا بإذن الله تعالى في تدهيز لحصاده بعد أسبوعين من الآن سيبدأ حصاد هذا القمح لكن ما زلنا المستورد رقم واحد على مستور العالم للقمح للأسف للأسف ما زلنا وفي الأزمة الحالية محل حدقاتنا الحالية مصر تستورد 80% من ما تحتاجه من القمح من كل من روسيا وأوكرانيا 50% من روسيا وهذا رقم دقيق و30% من أوكرانيا 80% من القمح المستورد لنا فحسناً فعلت مصر أثناء الأزمة هي تسعى للتعاقد مع فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأقرى في استراض شحانات الأقرى فقد تطول الأزمة وقد نحتاج إلى ذلك ولكننا باستمرارنا في زراعة القمح بهذه الأساليب وبهذه الطرق الجديدة نسبياً في الشرق وفي الغرب وما إلى ذلك حدينا كثيراً من هذه الأزمة التي كادت أن تعصف بنا لكن لو أمسكنا بالفكرة لطرحتها في البداية هذه الأزمة بتأثيراتها الممتد على الاقتصاد العالمي هل من الممكن نحن نذهب لأنه أمر دبر بليل يعني هذه الأزمة مفتعلة لإحداث تغييرات ما في النظام العالمي الاقتصادي على الأقل إلى جانب النظام السياسي العالمي أو القوى المهيمين على العالم ولا هي جاءت تلقائية نتيجة لتقاطع المصالح هي تقاطع المصالح فعل هذا بالفعل واستغلال المعسكر الغربي بقيادة أمريكا لهذه الأزمة أصمر عن تطوراتهم قد أتصور أنها لست في الحزبة الرئيس الروسي بوتين لا تستطيع أن تقرأه جيداً هو رجل استخباراتي كيجي بي وما إلى ذلك وضارب وراسقهم في الأمر هو يحاول أن يؤمن لدولته وكأكاديمي محايد للموقف أرى بوادر الأزمة من 2014 من لحظة ضم القرن وشبه جزيرة القرن روسيا تتحدث عن المياه الدافئة وكيفية الوصول إليها والولوج إلى المياه الدافئة وهي بحر الأبيض المتوسط والبحر الأحبر وما إلى ذلك وتريد أن تخرج من هذه الصغرة الضيقة التي تجعلها حبيثة بعض الأمر إما أن تتجه إلى مضيق الدردانيل أو مضيق البصفور في تركيا وكثيراً ما تحدث منوشات بين روسيا وتركيا في هذا الشأن وإن كانت تركيا من تسعى الآن لاستغلال الأزمة لمحاولة الصلح ما بين روسيا وأوكرانيا فتبدو في دور قائد للشرق طيب كالاً سغرقنا الجانب السياسي هو شاهد هنا طبعاً الطرفين بيمثلان أنظمة اقتصادية أو نظامان اقتصاديين مختلفين ما بين النظام الرأسمالي ونظام الاشتراكي يمكن القول أن روسيا لا تزال تحمل راية الاشتراكية حتى هذه اللحظة عما أنه نظام الاقتصادي في روسيا تغيرت ملامحه بشكل مباركة تغير كثيراً يا أستاذنا أستاذ أحمد بي تغير النظام الروسي كثيراً وأصبح يرتبط ببورصات العالمية وما ذلك والأسعار توصيفه يا دكتور مدحكة هو توصيفه هو لم يعد شيوعي ولكنه ما زال يرتدي العداء الاشتراكية فما زال في روسيا الكثير من هذه التطورات طبعاً هي اشتراكية قح كما هو قال ولا أخذت بعض الصباح لا تعد هذا صباح الرأس مالية أو أخذت من الرأس مالية أخذت من الرأس مالية ولكنها لست الرأس مالية المتوحشة في روسيا والصين تستطيع حضرتك أن تلمح أن هذه الرأس مالية ليست الرأس مالية متوحشة بسيء ما نراها في الغرب معاهدتهم اتفاقياتهم تطلعهم إلى الاستفادة يفوق الكثير فيما يحدث في روسيا والشرق طب شئنا أم أبينا إلى جنب المواجهات العسكرية في الميدان هناك مواجهات اقتصادية لا تقل ضراوة عن ما يجري من عمليات عسكرية طرى الغلبة لأي نظامين النظام الاقتصادي الرأسمال الغربي حتى لو كان متوحش بين القوسين كما يصفوا البعض ولا نظام الاشتراكي بنسخاته الجديدة المعدلة أميل لو سألتني عما أميل وليس توقعي أميل إلى نجاح النظام الشرقي في الصين وروسيا وما إلى ذلك والفيل الهندي وما هذين الأمور هل تتوقع عنهيار النظام الرأسمالي؟ لا أتوقع عنهياره هزمته؟ هو قد يتراجع وقد تصفر هذه الأزمة أحيانا كثيرا حضرتك سمعت في خلال الأعوام الماضية أو الفترات الماضية يقولون العالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا الآن أكررها ببلء الثقة العالم قبل الأزمة أو قبل الحرب الحالية غير العالم بعدها وقد أكون مواطنا مصريا أتطلع إلى صالح وطني وأمتي العربي أنا أرى فيما حدث علينا أن نستفادوا منه قبل الاستفادة المصرية لأن الحركة تذهب لي أمر جد مهم العالم ما قبل أزمة أوكرانيا اقتصاديا نتحدث اقتصاديا لن يكون بعد الأزمة لن يكون كما كان قبل الأزمة إيه ملامح لتغير الأقتصاد؟ هل من الممكن أن يخرج نظام اقتصادي علامي جديد؟ أتوقع وقد يكون على شاكلة النظام المشترك رأس بالي اشتراقي الاشتراكية في صميمها ليست جورمان الشيوعية قد تكون أشد حدة وأفكار ريكز وماركس وما إلى ذلك لا الآن هم تخلوا عن هذا وبحذر بدقة 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 يعني النسخة الصينية أو الشيوعية من الاشتراكية الحديثة بين قوسين ما عرفش إذا كانت اسمتها صحيحة أو لا اقتصاديا دي هال مهيئة أنها تنتشر أكثر وأكثر؟ أتوقع هذا أتوقع هذا لماذا؟ كثير من العالم الأل وألم وعلينا كمصرون الحبيب مصرون قد تكون قوية وهي قوية بالفعل الإمارات الشقيقة المملكة السعودية الكويت المغرب أصود الأطلسي كانوا معنا في مؤتمر النقب اليوم مرحبا بالجميع علينا أن نكون قوة عرضية واحدة ما الذي يعيق هذا لا أعل كي نستعد للتبعات القادمة في هذا العصر أكررها وقد تصدفوني إن كان لنا أجال قادمة بإذن الله أن ما يحدث الآن قد يفرز بعض السياسية كل شيء لكن الضعف لا شيء اليوم وبالأمس نسمع عن عودة عن محاولة لشرعانة العملات المشفرة التي كان العالم والبلوك المركزية تحاربها لكن حينما لجأت إليها روسيا لتسهيل التعامل والفك في هذا الخناق أصبحت هناك إجرامات وهناك 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 استخبارات تسعى وراء العملات الإلكترونية المشفرة وراء البتكوين واللايكوين والإيثيريوم وماء طب على ذكر هذه العملات هل معنى ده أنه اتفاقية بريتون وودز اللي هي جاد بعد الحرب العالمية الثانية ويعني رسمت ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد وعطت الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية بعملاتها إلى غير ذلك كان ذا صحيح طبعا صحيح صحيح لكن هل رضيت الولايات المتحدة 1944 بروتين وودز نيوهام شاير يونيتد استيتز از امريكا اجتمعت وزير الخزانة الابر برطاني مع وزير الخزانة الامريكي قبل أن يدعو أن يدعو الدول ذات التأثير السياسي ومنها مصرونة الحبيبة حيث كان الجنيه المصري يعادل واحد جنيه دهب بلاس فايف بياستر يعني الجنيه المصري بجنيه دهب وخمسة قروش وأعدوا العدة لكي يتسلم الاقتصاد الامريكي بعملته الدولار الهيمنة على العالم وأنشئت قاعدة الزهب وأجيدت 1945 اعتمدت كل هذه الأمور وأصبح بروتين وودز اتفاقية دولية عالمية لا يشق لها الغبار ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ ذا الرئيس الراحل جيرالد نيكسون وقال لا لن نستمر في هذا وما إلى ذلك على الرغم من اعتماد قاعدة الدور وضرب بقوة أمريكا وقبلتها في هذا الأمر وأصبح الدولار هو العملة الدولار أحمد بي لا يكلف أمريكا سوى الورقة ومستلزمات التباعة وتطيح به هنا وهنا 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 أنا الأوان أن يكون ساعدت كثيرا باليورو قبل اليورو كان هناك تجربة للإيكو ولكنها لم تصمر كثيرا اليورو مع وجود الاتحاظ الأوروبي وما زالت ساعدت بوصوله ساعدت بانضمام اليوان الصيني إلى الخمسة الكبار اليوان الياباني الجكف الإنجليزي الدولار اليوان الصيني والعملة الخامسة كانت اليورو طب إلى جانب كل هذه العملات أو تنوع في سلة العملات ربما تكون حاكمة للاقتصاد العالمي سواء لا أمل من طرحه في ظل هذه المناقشات تفضل سيد هل العودة للتعامل بالذهب والفضة هي صمام الأمان الحقيقي للاقتصاد العالمي ليس التعامل بهم على إطلاقه ولكن يكون من المفيد أن يكون هناك غطاء نسبي منها لا أنا أتحدث على المعاملات بين الدول تتم بالذهب والفضة مضى هذا العصر التوسعات العالمية الحالية حتى وإن مدى يا دكتور نتحد يعني من حيث الاقتصاد كخبير الاقتصادي من الممكن لو العالم فكر في هذه المسألة يمثل صمام أمان لكل الأطراف بمعنى أنه ما فيش عملة هتكون مهيمينة أو سائدة بشكل آخر هنفرض فرض جدلي أو ده حدث الآن الصين قوة اقتصادية ناشئة مضى من أنه بعد مثلا كم سنة يحل اليوان الصيني ما كان الدولار لأمريكي وتصبح الصين أيضا نعيد السنساخ التجربة الأمريكية من جديد لذا أدعو أن يكون هناك قدر من الغطاء للعملات حتى هذا الدولار يجب أن يكون له غطاء من العملات هو ملوش غطاء ذهب من الذهب لا هو لقد هيمنوا على لأخذ وقية الذهب بالقروض كده قويته أصبحت بإضافة إلى شهادة حق هم ينتجون أمريكا كقوات صلاة كانت هي مصنع العالم قبل أن تطيح بها الكنين الصيني ممسلا في الصين وما إلى ذلك روسيا أيضا تعظمت قوتها خاصة العسكرية منها وهو ما يخيف تقدم الولايات المتحدة والغرب تجاه تجاه روسيا أتذكر حضرتك من ثلاثة أيام حينما تفوه الرئيس الأمريكي بكلمة جرحت شخص الرئيس بوتن كيف لم يتنام استخبارات العالم وكيف تأهبت بيوش انتظارا للرد الروسي ثم عادوا استدركوا المسألة قالوا أنه ليس لدينا مخطط للإطاحة بيوتن أو مشافة وقبل أن أحضر إلى مسبير الحبيب الآن سمعت الرئيس الأمريكي وهو يتحدث هو لم يخفي هو يقول هذا رأيه الشخصي هذا غضبي هذا من غضبي هذا من رأيه الشخصي هذا لا يمثل أمريكا وما إلى ذلك لذا أعود بحضرتك إن أزنتني إلى ضرورة أن تكون قوة عربية نحن نضع العالم العربي أنت اخترت الطريق الأصعب دكتور منح ما هو هذا الطريق علينا أن نكونه هذا إلا من اختار الأصعب فقتل لا أنا أخذ الحركة اخترت الطريق الأصعب لأنه للأسف أنه تاريخنا يعني لا توجد فيه مؤشرات إيجابية يعني تؤشر على أنه ما تسعى له حضرتك من السهولة بمكان تحقيقه السوق العربي المشترك يعني سنوات وعقود مضت دون أن يحدث فيه إنجاز حقيقي تجربة الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه بدأ مع فكرة الوحدة العربية والجامعة العربية 1945 أنشأنا الجامعة العربية وأنشأوا قيم بين التجربتين مع أن أنت كعربي عندك عوامل مشتركة كبيرة جدا يمكن البناء عليها وهم لم يكن لديهم لقد كان بينهم الحروب وراحة ضحيتها الملايين عشان كلا بقول لها حضرتك اخترت الطريق أما نحن فلغة واحدة أديان سماوية كان مسلم مسيحي يهودي ليس بيننا من يعبد الشجر ولا القمر ولا الديران وما إلى ذلك 22 دولة مرسوسيجا ببعض 14 مليون كيلو متر مربع نسيطر على مدخل البحر الأبيض المتوسط من أشقائنا وصود الأطلسي إلى رفاقنا في اليمن والسودان أهلا بيك من جديد في العالم العربي أو إنشأت الدقة أهلا بيك من جديد في الدول العربية لأنه حتى توصيف العالم أو الأمة العربية يعني أصبح يقال على استحياء دعني أصريحك ألمح خلال الفترة الماضية بعد تغير بعض القيادات الحكام إما بالرحيل وإما بالاستبعاد وما إلى ذلك أرى في أجيال القيادات العربية الحالية ميلون إلى هذا وحتى ولو كان هذا ميلون بسبب المصلحة وما إلى ذلك والترابط والتراصل فمرحبا به دعني أحيلك إلى العام الماضي الرئيس السيسي ذهب إلى بغداد ومعه الملك الأردني وبدأت المفاوضات لأجل الغاز والإنارة وما إلى ذلك سوريا ولبنان على الأجندة المصرية الأردن والإمارات من صحبة دعو في مدينة السلام المصرية شارب الشيخ رئيس المزراء الإسرائيلي وحدثوا للتحدث عن الله اليوم تختتم مباحثات النقب بين خمس سائل واحد بين الإمارات والمغرب ومصرون الحبيبة والبردن والبحرين بحاجة للقاء آخر إن شاء الله دكتور مدحة تجمعنا بحضرتك ويعني جملة من القضايا في غاية المحرك أثرتها وإن كنا طوفنا بعض دينا بعض من أهمها إن شاء الله يجمعنا لقاء جديد بحضرتك ونفرد مساحة أكثر وأكثر تفصيلك شكرا جزيلا لتشريفك لنا دكتور مدحة الصالح خبير الإدارة والتنمية المستدامة شكرا جزيلا لكم هكذا تنتهي هذه الفقرة الحوالية الأولى تبقى لدينا فقرة أخرى نتحدث فيها عن إحداث التوازن هنا في مصر ما بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني لكن دعونا نتجه بعض لحظات قليلة لزميل أيمن السيد في نظرة مجازة على تطورات الأحداث